اكد سموشي خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة اكد ان مملكة البحرين اتخذت خطوات رائدة لتشجيع ودفع فئة ذوي الاعاقة نحو الابداع والتميز والمشاركة الوطنية الفاعلة بجميع المجالات والذي يأتي متوافقا مع ما تضمنه المشروع الاصلاحي الذي اطلقه جلالة الملك المفدى والذي يهدف لرعاية ودعم هذه الفئة وادماجها لتكون جزءا اساسيا من العملية التنموية الشاملة بالبلاد وقال سموه لقد وجهنا لاطلاق مبادرات جديدة لهذا العام والتي تهدف او نهدف من خلالها لمواصلة الجهود الرابعة لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة التي ترتكز على احتضان فئة الشباب من ذوي الاعاقة وتوفير كافة سبل الدعم التي تمنحهم الفرصة لاطلاق ابداعاتهم وقدراتهم في مختلف المجالات التي يمارسونها والتي سترفع من مستوياتهم وستمنح البحرين فئة قادرة على البناء والتنمية والمشاركة الناجحة لتقدم وازدهار المجتمع وارب سموه عن الفخر بالعطاء الذي قدمه الشباب البحريني بفئة ذوي الاعاقة الذين تحلوا بالاصرار والعزيمة للتغلب على اعاقتهم وسعوا نحو اثبات ذاتهم في شتى القطاعات حيث اثبتوا للمجتمع البحريني انهم قادرون على ان يكونوا عنصرا فاعلا ويحققوا اهداف العملية التنموية وقد اشهد سموه بالجهود التي يبدلها الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعي الخليفة والتي ساهمت في تهيئة الاجواء المناسبة للرياضيين من هذه الفئة لممارسة مختلف الرياضات التي يحتضنها الاتحاد منوها سموه ان رياضة ذوي الاعاقة استطاعت ان تؤكد جدارتها بتحقيق العديد من الانجازات التي تضاف لسجل النتائج المشرفة للرياضة البحرينية والتي كان ابرزها الميدالية الذهبية للعب فاطمة عبد الرزاق بدورة الالعاب الاولمبية التي احتضنتها مدينة رياد جينيرو في صيف العام الماضي وتمنين سموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للاتحاد في تنفيذ خطة عمله الهادفة للنهوض بهذه الرياضة خطوة تلو خطوة نجاح يتلوه نجاح المؤتمر الذي يقيم في مقر الاتحاد البحريني لذوي الاعاقة والذي اعلن عن مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لذوي الاعاقة ما ندير نعبر عن شكرنا عن الغيادة الرشيدة وسموه الشيخ ناصر وسموه الشيخ خالد واللجنة الولمبية وزارة الشاب والرياضة على دعمهم المسواصل لهذه الفئة وخص بالشكر سموه الشيخ خالد على لفتته الإنسانية للاتحاد ذوي الاعاقة والأشخاص من ذوي الاعاقة كان من السهل أن تشاهد في عيون الجميع الأمل والتفاؤل بمستقبل هذه الشريحة المهمة في المجتمع البحريني في البداية نوجه شكرنا إلى سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى المبادرة الإنسانية الجميلة التي عملها لدوي الاعاقة بشكل خاص وأيضا للمبادرة درات الفائتة التي قدمها للجتمع البحريني والشباب بالرياضة بشكل خاص وهذا ما يدل أنه عطاء لا محدود لا استمد بصماته من عاهل بلا سيدي حضرة صاحب الجلال ملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله المبادرات أصبحت متنوعة ومتفرعة وجميعها تهدف إلى تطوير وترسيخ روح الرياضة والإنسانية في المجتمع ما يقصرون الأمانة والله يعطيهم الصحة والعافية على هالجهود الجبارة وروان بالنسبة لها هني بيتها الثاني أمانة هي تؤد هالأيام عشان أتي ما شاء الله عليها تلعب وايد ألعاب حلوة تلعب البوتشي تلعب التنس الطاولة تلعب عندها شوي جري قليل يعني بس هي مراشحة لكثير من الألعاب أشكر رواش هي الشيخ خالد وأشكر الشيخ محمد على مبادراتهم لنا في الاتحاد لأن يساعدوننا وما يحسسوننا لأننا نحن قير عنا لي ليس ذوي الحجاجات الخاصة ختام المؤتمر كان بداية لانطلاق الكثير من المبادرات القادمة خلال هذا العام لتبقى هذه الصورة في عقول الجميع خالدة خالد الإنسانية خالد الإنسانية خالد الإنسانية